البروجيكت اللي عملناه بالامتحان نفس البيت الصغير اللي أخدناه بالامتحان وبنيت الأرض تحته هلأ إذا أنتوا عاملين أرض ومسلمينها على الإي لرنينج تقدروا تدخلوها تحت البيت اللي بنيناه بالامتحان سري اللي هو هذا البيت الصغير تمام عملت الأرض بماثنج أنت سايت وحطيت شوية شجر عشان أبين بس أبينهم بالرندر زي ما إنتوا شايفين زي هيك هلأ شو خطوات الرندر؟ أول إشي بنحكي عن الماتيريالز الماتيريالز لما نلبس الحيط هلأ إحنا already بنانا الوالز من هون basic wall مثلاً أو أي نوع من الوالز اللي موجودين بس كيف بدنا نحط الماتيريالز عليهم؟ بنحط edit type إحنا أخدناها قبل هالمرة بس رح أرجع أذكر فيه من هون من structure احنا حطين هون structure default wall إذا منكبس على هدو النقط اللي هون موجودين هلأ هون محطوط default wall أوكي؟ وهون مثلاً أنا عاملة default roof لهذا الroof اللي فوق فإذا بدنا نغير هلأ رح أرجعكم لما نروح على الroof لما تفتحوا هاي صفحة الماتيريالز رح يضلوا على نفس الماتيريال الأولى اللي كنتوا حطين عليها مثلاً default wall ورحتوا على الroof رح يكون default wall إلا إذا أنتوا عدلتوا وحطيتوا على default roof مثلاً وحطيتوا apply طيب أنت هون default roof على فرض أنه أنا ما بدي الماتيريال المحطوطة عليها يا إما بعدلها من هون بغيرها على نفس default wall وبغير من هون أو إما بعمل من هون new material create أو duplicate للماتيريال أوكي هاي بدي أعمل create new material هاي منسميها مثلاً دايماً أعيد تسميتها rename مثلاً منسميها walls walls break خلينا نسميها ومنعطيها texture تاكستشير تمام؟ هاي اسم هوا منعطيها تاكستشير من وين؟ من هون هاي الكبسة اللي أنا كبستها هاي من هون هلاً عشان ما تغلب بحالك أو تغلب حالك من الموجودين بأنك تدور بهدول اكتب هون أريح لك اعمل search بهدول حط مثلاً بدنا للوال break حسب الماتيريالز الموجودة عندكم هاي طلعلي المازنري اللي هو اللي بيكون على الوال أصلاً فيه رح يكون عندكم عدة اختيارات أو بتقدر تكتب بس break admit لسه الناس بتدخل فيه رح يطلع لي مثلاً lists أكبر هاي هدول اللي موجودين خلينا نختار اشي منهم بس يكون مناسب يعني لوال خارجي مثلاً هذا خلينا نختار تمام هاي اخترنا ونزلنا هون على الوال break أوكي type ما زينه لي تبعه هلأ هون محطوط image أوكي اكبسوا على الامage رح يطلع لي المواصفات الامage اللي بدها تطلع على برا على الوال اللي برا أوكي هلأ فيه شغلات ضرورية إذا أنتوا حسيتوا على size تبعها هون صغيرة كتير إذا حسيتوا البلاطات كتير صغيرة بنقدر نعدلهم من sample size مثلاً هون محطوط 91 بتسعين المحاضرة مسجلة آدلين مسجلة sample size مثلاً هون 91 وهون 90 وهون في علامة الربط بين الواتس والهيط إذا ما في ربط بتتعدل كل واحدة لحال بصير مش متناسق فإذا بنعدلهم بنعدلهم مع بعض تمام فبحط OK الآن المواصفات تبعونها ما عندي مشكلة فيها بس هدول 91 90 اللي فاتح المايك يسكره تبارك المايك تبعك فاتح تمام طيب هيا عملنا apply وهي أوك شوية بس عم بستوى بين هلأ أي basic wall هذا new wall رح يعدل المتيريال عليه على نفس الفاميلي عمله هلأ هلأ تمام شوية بالله عبين ما ياخد المتيريال على الكل من المتيريال اشتركوا في القناة عندي ترجمة نانسي قنقر 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 cancel cancel عشان ما بدي يطول اوكي تمام عدلنا الماتيريالز او لبسنا متيريالز او لدي الشبابيك والابواب نازلين كفاميلي ملبسين جاهزين حطينا الشجر والماسينغ هدول طيب هلا بظل عندي فيه هون تحت هاي السن اوكي هدول الستينغ تبعون السن حط sun setting هون بقدر اختار بالزبط الازمث والالتاتيود تبعي الالتاتيود اللي هي تمثل ميلان الزاوية عن الخط المستقيم او الخط المتعامد مع الارض هدول طبعا بتكون تشوفوهم مثلا اذا بعمل الرندر بمدينة عمان بجيبهم من الانترنت وبحطهم بالزبط لمدينة عمان هلا انا شو بدي بدي اعمل solar study لا انا حاليا بس بدي اعمل sun path او sun عشان تعطيني اضاءة lighting للرندر بس منقدر اذا بنا نعمل solar study نحطها مثلا single day او multiple day زي هيك ومنحط الday بالزبط بدي solar study من اي تاريخ لا اي تاريخ مش رح اعمل هادا الاشي هلا وفي عندي شغلة تانية بالرندر سوري هذا الشادو يفضل يكون دايما مطفي لانه بتقل البروجيكت عندكم بصير تقيل فيفضل يكون دايما مطفي هاي هادا الشكل اللي بريء اللي تحت هو الرندر بنيجي عليه كتير الرندر بالرفيت سهل وبيعطيتك يعني quality منيحة من غير ما تدخل V-ray ومن غير ما تدخل اي اشي تاني للرندر هلا في عندي هون الاكستيرير بحط sun only لانه انا مش ضاوية او ما عندي الا sun بحال كان مدخل component light هلا اذا دخلتم من component load family light قطتوه بالخارج او داخل يكون بتقدروا تحطو هون sun and artificial الartificial اللي هو lighting اللي بتكونوا مدخلينه على شكل component تمام هلا انا حاليا مش حاطة lighting اوكي في عندي هون الرندر في draft وفي medium high وفي best حسب الجهاز عندكم قدي بتحمل حسب الوقت اللي بتكم تعملون يعني هل بدي يطول ولا انا بس بدي اعمل check انه على setting تبعون الرندر او بدي اشيك الكاميرا وين محطوطة مثلا هاي بنعملها على draft بس شغل التشيك اوكي باجي هون على resolution هلا يفضل اذا بدك اياها بresolution منيحة مثلا بتكم تسلموا البراجيك تبعكم تحطوا 300 بس كمان برجع بحكي اذا احنا بنعمل اشي سريع عشان تشكل position تبع الكاميرا مثلا بعملوا draft وعلى 75 بشكل سريع جدا وهون زي ما حكينا sun only اوكي هلا الback ground back ground انا شو حطه هون few clouds احنا بالاردن معناش غيوم كتير فمنحط few clouds هلا اذا انتو عم تعملوا بيوم مثلا شتوي او عم تعملوا بلد تاني باوروبا مثلا منحط انه very few clouds او very cloudy cloudy بس اذا احنا بالاردن خليه few clouds اوكي بتقدروا كمان تدخلوا image اذا انتو بدخلين image high resolution تكون تحطوا image وبتدخلوها من هون خلينا على كلاودي خلي draft وخلينا بس نعمل render نشوف setting تبعونا الرender بنرجع بنعمل يعني بنزبط عليها ونرجع بنعمل كمان camera او تورجيكم العدسة خبعت الرender هاي هذا هيك بشكل سريع جدا و draft هاي الرender هلأ بقدر اعمل هون save to project او export export بعملها save على سطح لابتوب مثلا computer gpg بتقدر تغيروا طبعا التسمية تبعتهم طيب هذا الاشي السريع جدا هلأ فيه نوعين من الرender بالرفيت render على project نفسه وانا بشتغل في project وفيه اشي ثاني فيه render in cloud اسمه هلأ لما نزلته شو اسمه الرفيت فيه هون اشو مدخلة ايميلي يعني عاملة account ومدخلة الايميال تبعي تقدروا تعملوا account student من autodesk نفسه وبنصح دايما يكون لكم account هون عشان تعملوا render على icloud او على cloud تبع autodesk ليش لانه ما بياخد وقت منكم ولا بياخد جهد من الكمبيوتر من اللابتوب وبتقدر تكمل شغل وهو عم يعمل render في background online وغير هيك بتقدر تعملوا انه يكون final تبعه مثلا عالي والresolution تبعته عالية مثلا بقدر اعملها هون large الexposure خلي advanced لانه مش ما اخد مني لا وقت ولا ما اخد مني يعني من ال time تبعي انه ما بقدر اشتغل لا هذا خلص online فخلي على best تحط start rendering شو بحكيلي هون continue في background شو مكتوب هون فوق عند الاميل تبعي محطوط هاي اللي بتلف هادي يعني انه لساته عم يعمل render في background once انه خلص الrender على طول تقدر تفتح من هون وتشوف الاكاون detail سبعك او تقدر تفتح هون render gallery كون عم يعمل render هلا انا عام لأردي render لاشياء تانية فخلينا بس نشوف ها عشان اورجيكم بس render quality تبعتها هلا انا وقفت render اللي عم ينعمل تمام هيا 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 رندر سابعي اللي كنت عمليته من قبل لأنه لأنه بياخد وقت هذا هيا لسات بلف نزلت الصورة وأسأصتها وزبطتها يعني اللي تطلع لي بهذا الشكل أو هاي اللي كواليتي هلا هاي نعملت جو البراجيكت فرق الإضاءة ازا بتشوفو عند تانية هديك أفضل الانلاين اللي نعملت انلاين هون الإضاءة أفضل طيب هلا إزا ملاحظ هون الرندر تنتين الشبابي كلان أسود ليه لأنه لازم نحط لايت جواته جو البيت بس insert component وبتختاره من lighting وبتحطه داخلي كون ولما تعملوا الرندر اختاروا إنه sun وال artificial عشان يضوي داخلي السماء اللي وراء هيها سماء عادية بتناسب جو الأردن يعني دلت على الصورة الأديمة آه أوكي عشان share صح طيب نيح اللي حكيتي ولا بيّن iCloud أو cloud تبع Autodesk لا بيّن تمام فلأ أنت عم تشرح على صورة غير هاي الصورة بس آه آه عم بشرح على واحدة تانية هاي new share هاي 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 عشان الزوم لازم أظن أعمل share للسكرين هاي الصورة آه اللي طلعت من الكلاود سيفتها ونزلتها على desktop آه تمام هاي تمام هاي quality render اللي بتطلع من الكلاود إذا حطيته أعلى كمان تطلع لكم بشكل أعلى يعني إذا resolution تبعتها بتقوم إياها أعلى بس بتحطوها بشكل أعلى هلأ زي ما حكينا فائدة الكلاود عم بعمل render في background online بتقامله شغل هو بعمل render لحاله تمام واشي تاني الشبابي كلاود هم أسود لأنه إحنا مو حاطين light داخلي إذا حطيت lighting من component داخلي بضوي لك الداخل طيب في كمان شغلة أرجع بس أعمل share لل revet أوكي أهلا هذا render 3D اللي بطلع عندي هون يعني هاي الصورة بال 3D views أوكي remaining time أوكي ضعي 6 دقائق حتى لو خلصت المحاضرة أرجع يعني برجع بشغلها برجع شغل نفس اللينك تمام لأنه زوم ما بيعطي وقت كتير طيب هلأ هذا 3D view اللي موجودين هون هلأ في عندي إشي تاني اسمه camera بإني أحط الكاميرا هاي على level 1 مثلا بدي أعمل insert camera بتطلع 3D view camera مثلا بدنا نحطها بمكان معين عشان تكشف لي مثلا البيت بس خليني أحطها هون هلأ هاي المكان تبعها وهاي وين بدها تطلع الdirection تبعها بدي أحطه مثلا على هذا الشباك أو على هاي الواجهة أوكي هلأ هاي 3D view by camera تمام هلأ إذا منيجي على elevations ليش ما بين عندي لأن position تبعها منخفض تقدر تمسكوها تعملولها هيك تعلوها ونفس الإشي view تبعها كمان شوي بالله سليل أني غيرت position سليل 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة